حيا الله الحبايب ياكم مسام غيمز ومثل موعدكم دائما ياكم تحياتي لكل حبايب مشكورين دعمكم حياكم الله بالسيرفر بالتليجرام بالديسكورد الأي سيارة مهكرة ما راح نقصر وياكم مقطعنا اليوم هو عن تاجر الأسلحة وين وشنو عنده التاجر الأسلحة لهذا السبوع طبعا تعرفون كل اسبوع الأسلحة تتغير أو كل يوم يتغير مكانه يعني يتغير مكان التاجر يصير مكان ثاني بالماء بحياك الله بالديسكورد تليجرام الأي يوم تحتاج تاجر أسلحة راح أنطيك مكانة بالضبط تاجر الأسلحة يكون بنص الماب مثل ما تشوفه هنا عند البحيرة طبعا هذا مكانة بالضبط وين هو اليوم وبهذا البلوك مثل ما تشوفه هنا هذول ثلاث بيوت هو مكانة هنا قريبا على هذا المطار تشوفه هنا فخلينا نشوف شنو الأسلحة لهذا السبوع عند التاجر لأن أسلحة خرافية مثل ما تعرفون نهاية هلاوين في الأسلحة تكون خرافية مثل ما تشوفون هنا البيزبور طبعا الأسلحة الفضائية كلها موجودة هنا مثل ما تشوفه هنا كل الأسلحة الفضائية بإضافة للستونغان اللي هو المسدس الكهربائي الـ SMG الـ M4 الـ RPG هذه الأسلحة تشوفها أسلحة نادرة طبعا كل هذه الأسلحة الفضائية تشوفها هنا موجود لها مقطع شون تقدر تجيبهم بدون ما تشتريهم بس هو هسه أحلى شي أنه نزل لك هذه الأسلحة كلها فتقدر هسا تشتريها وتستمتع بهاي الأسلحة الفضائية زائدا إلى الستونغان طبعا هاي الأسلحة وهنا نتجون عن القنابل اللي هي القنابل اللي عنده ما رح تلقيها عند المحل العادي بس هذا السبوع ما عنده هو معروف يعني الملاتوف عند تاجر الأسلحة بس هذا السبوع ماكو الملاتوف في السبوع الجان أما هنا تعرفون الأرمور تشتري حتى لو كان لفلايك واحد تحياتي لكل حبوايب أتمنى من الله أن نعجبكم هذا المقطع لا تنسونا بلايكاتكم وبدعمكم وحياكم الله بالديسكورد تيليجرام لأي مساعدة وقلكم مع السلامة نلتقي إن شاء الله بمقطع ثاني